هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيد بالأخبار عن أولياء الله والأخيار زاد النفوس وبعجة الأبرار فقرعوا ودعوا الله في الأسحار نورا لنا في الدار بعد الدار هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيد بالأخبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فسهل لنا أمورنا وعلنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علنا اللهم يا معلم إبراهيم علنا ويا مفهم سليمان فهمنا أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فراءة في كتاب ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع كتاب خزائر الخيرات وما زلنا نستعرض فصلا جديدا من فصول الأعمال الصالحة الكثيرة اليسيرة التي ذكرها المصنف غفر الله لنا وله في بيان أن العمل الصالح يفيدنا كمسلمين في تزكية النفوس ويفيدنا كذلك في رفع مستوى الإيمان فالإيمان يزد بالطاعة ويفيدنا أيضا في تحسين كثير من الأجور والحسنات سبق أن ضرب لنا بابا أو جعل لنا فصلا تحدث فيه عن السواق وأنه عبادة يسيرة جدا وسنة يسيرة جدا ثم تحدث بعده عن الأذان فهو أيضا عبادة يسيرة جدا سواء على المؤذن أو على المستمعين على حد سواء والآن في هذا الفصل الجديد يحدثنا عن عبادة أخرى يسيرة وفيها هذه الفوائد التي سبق ذكرها هذه العبادة هي عبادة الوضوء في هذا الفصل يحدثنا عن ما جاء في السنة المطهرة في شأن الوضوء وما يترتب عليه من فضل وثوان بدأ المصنف بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء لما قال النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وروا هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال من عنده تعقيبا على الحديث واستزادة في الفائدة للمستمعين قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدام الأمة تأتي يوم القيامة غرا محجلين حتى يتعرف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام غرا محجلين من آثار الوضوء معنى ذلك أن هذه فضيلة جليلة وجميلة وفضيلة كبيرة جدا لهذه الأمة الطيبة المباركة أن تتميز يوم القيامة بين الأمم بأنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء لأجل هذا يشير أبو هريرة رضي الله عنه إلى أنه يستحب للمسلم أن يطيل غرته إن استطاع أن يطيل غرته فليفعل يعني إذا استطاع أن يغمر وأن يسبغ الوضوء على أعضاء الوضوء ويتوسع فيها شيئا قليلا فإن هذا من الخير وهذا من الفضيلة وهذا مما يكتب له أجله عند الله تبارك وتعالى الغرة هي الضياد الذي يكون في جبهة الفرس الفرس أنت تعلم أن الفرس من أثمن ومن أغلى ما يقتنيه العرب في هذا التوقيت وأما التحجيل يعني غرا محجلين غرا البياض في رأس الفرس أو في جبهته وأما محجلين التحجيل هو بياض يكون في قوائم الفرس أيضا والمراد به النور الذي يأتي به المسلم يوم القيامة في مواضع وضوءه يعني مواضع الوضوء يأتي المسلم يوم القيامة وهذه المواضع توضيء نورا من أثار الوضوء كما قال عليه الصلاة والسلام قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد رواه الإمام مسلم والإمام أحمد واللسائي عليهم جميعا رحمة الله عز وجل قال أبو ريرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما وددت أن قد رأينا إخواننا يحدث الصحابة يقول وددت أن قد رأينا إخواننا فالصحابة عجبوا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابه وتأمل لم يقل لا فينفي عنهم أخوة الإيمان إنما قال عليه الصلاة والسلام بل أنتم أصحابي أما من إخوانك يا رسول الله قال إخواننا يعني إخواني وإخوانكم إخواننا الذين لم يأتوا بعد لسهيجوا هي القرون التي بعده قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله تتعرف على هؤلاء إزاي يا رسول الله من أمتك قال فإنهم يأتون غرا محجبين من الوضوء إذن غرا محجبين من أثار الوضوء علامة مميزة لهذه الأمة يتعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم على القرون التي تلته من أمته عليه صلى الله عليه وسلم هو يعرف قرنه صلى الله عليه وسلم لكن يتعرف على من جاءوا مسلمين مستنين بهذه صلى الله عليه وسلم من بعد قرنه من القرون التي تلي ذلك يتعرف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء ذكرنانا المصنف أيضا غفر الله لنا وله في حديث عمر بن عبسة قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من رجل يقرب وضوءه وضوءه هو الشيء الذي يتوضأ منه رسول الله الإناء الذي فيه الماء الذي يتوضأ به المتوضئ قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق إلا خارجت خطاياه من فيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرجت خطايا شعره مع الماء ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرجت خطايا رجليه من أنامله مع الماء هذا الحديث حديث جميل وجليل وتفصيلي وفيه بيان ما يترتب على المحافظة على الوضوء وإسباغه أنه من أجل فوائده أنه يغفر للمسلم وتكفر عنه ذنوبه وسيئاته وأن ذنوبه وسيئاته تخرج مع الماء كلما غسل عضوا خرجت خطايا هذا العضو مع الماء وهكذا حتى إذا انتهى إلى غسل رجليه خرجت خطايا رجليه من أنامله مع الماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن المحافظة على هذه السنة الجليلة الجميلة هذا من أجل الأعمال الصالحة التي يترتب عليها أجل وفير وهي في نفس الوقت ترفع مستوى معدل إيمان الإنسان وفي نفس الوقت هي فيها متابعة وتعظيم واقتداء بسنة النبي عليه صلوات الله وسلامه كذلك أيضا مما أورده لنا المصنف في هذا الفصل الجليل الجميل عن الأذان ومتعلقاته ما ورد في حديث عثمان رضي الله عنه وهو ذنورين زوج ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من من توضأ اسمع من توضأ هكذا عثمان قام فتوضأ لهم نفس وضوء النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم إياه قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة هذا الفضل مترتب على الوضوء الصحيح السليم المسنون وعلى إسباغ هذا الوضوء فبعد أن توضأ لهم عثمان رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة يعني زيادة وغفر له ما تقدم من ذنبه حملها طبعا أهل العلم على مغفرة الصغائر وليس على مغفرة الكبائر والصغائر معا لأنهم اشترطوا كما هو معلوم عند عامة أهل العلم اشترطوا في مغفرة الكبائر التوبة واشترطوا لها بعضا من العبادات كالشهادة من مات شهيدا في سبيل الله غفر له كل شيء إلا الدين أو من أدى الحج من يعني كما قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفض ولم يفسق ولم يصخب رجع من حج كيوم ولدته أمه يعني بدأ صفحة جديدة نقية وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن العاص رضي الله عنه حين تقدم لبيعته ثم قبض عمر يده عن يد رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمر قال أريد أن أشترط قال تشترط ماذا قال أشترط أن يغفر لي لأنه له ماضي سيء جدا مع الإسلام والمسلمين ومع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كان ما زال على الشرك في مكة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة اللي هتهاجرها إن شاء الله وأن الهجرة تتهدم ما قبلها اسمع وأن الحج يهدم ما قبله فيعني الشاهد أنه قوله عليه الصلاة والسلام أنه من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبي محمول على غفران الصغائر وليس على غفران الكبائر كما ذكر ذلك ونبه عليه غير واحد من أهل العلم كالإمام بن حجر عليه رحمة الله تعالى في فتح الباري وكذلك الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في تعليقه على صحيح مسلم وغيرهم وغيرهم من أهل العلم رضي الله عن الجميع ذكر المصنف أيضا حديث عثمان بن عفا رضي الله عنه قال لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي لفظة في سنن البزار وما تأخر يعني ما تقدم وما تأخر ما تقدم مرت معنا في الحديث السابق وحديث عثمان أيضا لكن هنا في سنن البزار زيادة ألا وهي قوله ما تقدم وما تأخر مع إنها عبادة جليلة ويسيرة وبسيطة جدا إنه يتوذى لكن يسبغ الوضوء يعني يتقن الوضوء كما ذكر عثمان عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المصنف أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له أظن هذا الحديث في تأكيد لكل ما سبق من الأحاديث التي ذكرها المصنف سواء عن عثمان بن عفان في الحديث الأول أو عن عثمان في الحديث الثاني أيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن من توضأ من توضأ وطبعا الشرط أسبغ يعني الوضوء أن من توضأ خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه يعني من أعضاء وضوءه فإن قعد بعد وضوءه قعد مغفورا له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى يقول ظاهر الحديث أو منطوق الحديث كأنه يعم الكبائر والصغائر قعد مغفورا له أو في الحديث السابق غفرا له ما تقدم من ذنب وما تأخر الظاهر أنه يريد الكبائر والصغائر قال لكنهم خصوه بالصغائر لأن الكبائر اشترط فيها أهل العلم التوبة وبعضا من العبادات الجليلة الكبيرة لكن هذا الحديث هو أمثاله إنما تكفر الصغائر فإن كان العبد المسلم اسمع كلام الحافظ ابن حجر إن كان العبد المسلم له صغائر كفرت صغائره ومن ليس له إلا كبائر فقط ما له الصغائر إنما عنده كبائر خففت عنه كبائره بمقدار ما لصاحب الصغائر وأما من كان ليس له كبائر وليس له صغائر فإنه يجاد في حسناته بنظير ذلك هذا ما ذكره الإمام الحافظ والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيد بالأخبار عن أولياء الله والأخيار زاد النفوس وبعجة الأبرار فاكرعوا وادعوا الله في الأسرار نورا لنا في الدار بعد الدار هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيدوا بالأخبار ترجمة نانسي قنقر